تظاهر أمئة الموظفين العاملين في العتبات الدينية في كربلا للعراب عن تأييدهم للاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي ونظم الموظفون في العتبتين الحسينية والعباسية في كربلا تظاهرة خرجت من وسط المدينة باتجاه ساحة التربية التي تعد مركزا للمحتجين وأكد الموظفون موسى ندتهم للمتظاهرين معربين عن رفضهم لبقاء الأحزاب السياسية الحالية في سدة حكم البلاد منذ طول اليوم العتبة من خلال مستشفى الكفيل فتحت ذراعيها لإستقبال الحالات المرضية وحالات الإصابات عندنا في المجال اللوجستي عندنا مفرزة طبية لمستشفى الكفيل موجودة في الصاحات منذ خمسة أيام عندنا دعم اللوجستي في توزيع الغداء والعصائر بمعدل أربعة آلاف وجبة يوميا هذا العمل مستمر هذه المظاهرات تحمل مجموعة من الرسائل المهمة لينحاول إيصالها أول رسالة هي سلمية هذه المظاهرات وعدم المساس بالممتلكات الدولة والممتلكات العامة والممتلكات الشخصية وأيضا تأييد المرجعية الدينية وأبناء العتبات لهذه المظاهرات وكما شاهدنا خلال خمسة أيام الفايتة من حملة الدعم اللوجستي الذي قدمها أبناء العتبات لأخوة المتظاهرين في ساحات التظاهر الرسالة الثانية والمهمة جدا هي أنه ليس من حق أي طرف كائنا من يكون سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي التدخل في حرية اختيار العملية السياسية أو تقرير المصير بالنسبة للشعب العراقي تقرير مصيرنا هو بيدنا ومن اختيار شعبنا إن شاء الله وسنكون سند لهذه القضية من أبناء العتبات المقدسة